الغيب ما غاب عنك سواء ما كان غيبا مطلقا او غيبا جزئيا يعني الغيب الجزئي يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك يطلع عليه غيرك مثل الآن البيوتات التي حول المسجد الآن لا ندري ما يحدث فيها لكن اهل البيوتات يدرون فبالنسبة لهم شهادة وبالنسبة لنا غيب الغيب المطلق الذي لا يعلمه احد الله تبارك الله يعلم هذا وهذا سبحانه وتعالى يعلم الغيب الجزئي ويعلم الغيب المطلق يعلم الشهادة كما يعلم الغيب لا فرق عند الله تبارك وثبين الغيب والشهادة لان كل شيء بالنسبة لله شهادة لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالغيب والشهادة عند الله سواء عندنا لا الغيب غير الشهادة الشهادة ما نشاهده والغيب ما غاب عنه لا نعلم عنه شيئا الله جل الله يقول أنا عالم الغيب وأنا عالم الشهادة والغيب والشهادة عندي سواء لا فرق